موسيقى رئيس الاسد يستقبل وفدا روسيا برئاسة ديمتري روغوزين ويشير الى ان سياسات روسيا الراهنة اكدت موقع موسكو الطبيعي على الساحة الدولية موسيقى القيادة العامة للجيش تجدد حرصها على امن وسلامة المواطنين في احياء حلب الشرقية وتدعو المسلحين لتسليم اسلحاتهم وتسوية وضعه موسيقى روسيا تريد توضيحات من الامم المتحدة حول الخطط الانسانية في حلب وضمانات التنفيذ موسيقى موسيقى أصعد الله صباحكم مشاهدين الكرام مهلا بكم الى هذه الساعة الاخبارية استقبل الرئيس بشار الاسد وفدا روسيا برئاسة ديمتري روغوزين نائب رئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية ونواب وزراء الخارجية والدفاع والتنمية الاقتصادية والطاقة والزراعة في جمهورية روسيا الاتحادية وخلال اللقاء أشار الرئيس الاسد الى ان السياسات والمواقف التي تنتهجها روسيا أكدت موقع موسكو الطبيعي كقوة عظمى أساسها المبادئ والقيم والتمسك بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقها في تقرير مصيرها لفتن إلى أهمية الدعم الروسي لسوريا في مختلف المجالات وخصوصا في الجانب الاقتصادي لأنه ساهم بشكل ملموس في التخفيف من معاناة الشعب السوري بسبب الحرب الإرهابية التي يتعرض لها والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها إلى ذلك التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع الوفد الروسي الذي يزور سوريا وشدد المهندس خميس على حرص الحكومة السورية على تطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا والارتقاء بها لمستوى العلاقات السياسية علاقات تاريخية متجذرة تجمع سوريا وروسيا تعود إلى سنوات طويلة شهدت إنجازات كبيرة في ظل تعاون يصب في مصلحة الشعوب وفد الروسي الذي يزور سوريا برئاسة ديمتري روكزين نائب رئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعبر المهندس خميس عن تقديره وشكره لروسيا شعبا وقيادة لدعمهم ووقوفهم إلى جانب الشعب السوري مؤكدا أن الحكومة السورية تعمل باتجاهين أساسيين يتمثلان بدعم القوات المسلحة في دحر الإرهاب والتصدي لتداعيات الواقع الاقتصادي الذي أفرزته هذه الحرب المهندس خميس شدد على أن الحكومة السورية حريصة على تطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا والارتقاء بها لمستوى العلاقات السياسية وستعمل على تذليل أي عقبات في سبيل تعزيز هذا التعاون راجوزين أكد أن زيارة الوفد ليست فقط لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي وإنما هي مباحثات متكاملة مع القيادة السورية على مختلف الصعود وأشار إلى أن نجاح العملية العسكرية في سوريا لا يتم دون دعم الحياة الاقتصادية للمواطنين للاستمرار في العمل وتحقيق الانتصار بعد ذلك عقدت اللجنة السورية الروسية المشتركة برئاسة وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عن الجانب السوري وراجوزين عن الجانب الروسي جلسة مباحثات اقتصادية أثمرت عن التأشير بالأحرف الأولى على ثلاثة بروتوكولات للتعاون في المجال الجمركي وأكد الوزير المعلم على الدور الكبير لدعم الأصدقاء في روسيا الاتحادية في تمكين سوريا من مواجهة العضوان الإرهابي الذي تتعرض له روسيا تساعد سوريا في الحرب على الإرهاب وهناك حاجة للدعم الاقتصادي لسوريا وقد تم بحث هذا الدعم في اجتماع اللجنة المشتركة من جانبه أكد راجوزين أهمية دعم الحكومة السورية للشركات الروسية التي تقدم عروضا لتخديم البنى التحتية في سوريا وكان الوفد الروسي الذي يزور سوريا قام بزيارة إلى الجامع الأموي بدمشق وضريح القائد صلاح الدين الأيوبي واستمع روغوزين إلى عرض عن تاريخ المسجد الأموي وتجول وصحبه في كل أرجاء المسجد وأعرب روغوزين عن إعجابه بهذا الأثر التاريخي والروحي الكبير مشيرا إلى أن سوريا كانت على مر تاريخ ملتقا للحضارات وعبر عن تمنياته بأن يعود السلام والأمن إلى كل أرجاء سوريا لتعود إلى ممارسة دورها الحضاري في التاريخ الإنساني ممارسة دورها الحضاري في التاريخ المسجد الأموي في التاريخ المسجد الأموي أثارها متواجدة في هذا المسجد أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن تشكيل الفيلق الخامس اقتحام من الطوعيين بمهمة القضايا على الإرهاب إلى جانب باقي تشكيلات القوات المسلحة والقوات الرديفة والحليفة بيان صادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة استجابة للتطورات المتسارعة للأحداث وتعزيزا لنجاحات القوات المسلحة الباسلة وتلبية لرغبة جماهر شعبنا الأبي في وضع حد النهائي للأعمال الإرهابية على أراضي الجمهورية العربية السورية تولن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عن تشكيل الفيلق الخامس اقتحام من الطوعيين بمهمة القضاء على الإرهاب إلى جانب باقي تشكيلات قواتنا المسلحة البطلة والقوات الرديفة والحليفة لإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل أراضي الجمهورية العربية السورية القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تدعو جميع المواطنين الراغبين بالمشاركة في إنجاز الانتصار النهائي على الإرهاب إلى مراجعة مراكز الاستقبال في المحافظات دمشق قيادة المنطقة الجنوبية قيادة موقع دمشق قيادة الفرقة العاشرة قطنة حمص قيادة المنطقة الوسطى حماه قيادة موقع حماه كلية الشؤون الإدارية في مصياف حلب قيادة المنطقة الشمالية طرطوس قيادة موقع طرطوس اللاذقية قيادة المنطقة الساحلية درعا قيادة الفرقة الخامسة السويداء قيادة الفرقة الخامسة عشر قوات خاصة يمكن لأي مواطن مراجعة أي مركز من مراكز الاستقبال المذكورة بغض النظر عن المحافظة التي ينتمي لها أبناء المنطقة الشرقية يمكنهم مراجعة جميع المراكز في المحافظات كافة يقبل للانتساب إلى الفيلق الخامس اقتحام الطوعيون من المواطنين الذكور الذين تنطبق عليهم الشروط التالية أولا أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره وغير مكلف بخدمة العلم أو فارا من الخدمة ثانيا أن يكون لائقا صحيا ثالثا الراغبون ممن أدوا خدمة العلم من جميع الفئات ضباط صف ضباط أفراد رابعا الراغبون من العاملين في الدولة بموجب عقد لمدة سنة قابل للتجديد حسب رغبة الطوعي شرط الحصول على موافقة الجهة التي يعمل لديها ويحتفظ العاملون في الدولة إضافة للرواتب التي سيتقاضونها من الفيلق بجميع الحقوق والمزايا التي يحصلون عليها في أماكن عملهم راتب علاوات ترقيات حوافز دمشق في الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني لعام الفين وستة عشر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة هذا ودعت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة الأهلي في الأحياء الشرقية إلى تجنب الخروج إلى الشوارع إلا عند الضرورة الملحة والابتعاد عن أماكن وجود المسلحين كما دعت المسلحين في الأحياء الشرقية إلى تحكيم العقل وحقن الدماء والتوقف عن قصف الأحياء الساكنية واستهداف المدنيين والاستفادة من مرسوم العفو بتسليم سلاحه وتسوية وضعه والعودة إلى حياته الطبيعية مع عذويه وأهله دعت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة المسلحين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب إلى إزالة الألغام من المعابر التي حددتها الدولة والسماح لمن يرغب من المواطنين بالمغادرة وعدم اتخاذهم كرهائن ودروع بشرية وإلى فتح المستوضعات التموينية وتوزيع المواد الغذائية لمستحقها مجددة دعوتها بالسماح للجرح والمرضى بالخروج من الأحياء الشرقية لمدينة حلب من المعابر المحددة سابقا مصدر عسكري أفاد أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تمتلك المعلومات الكاملة والدقيقة عن أماكن تواجد المسلحين ومستوضعاتهم ومقراتهم وترصد جميع تحركاتهم في الأحياء الشرقية لمدينة حلب ودعت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة المواطنين في الأحياء الشرقية للمدينة إلى التعاون مع الجيش العربي السوري وأكدت حرصها الشديد على أمنهم وسلامتهم كما دعتهم إلى تجنب الخروج إلى الشوارع إلا عند الضرورة الملحة والابتعاد عن أماكن تواجد المسلحين وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إن إطلاق المسلحين النار على انتفاضة أهلنا في الأحياء الشرقية لمدينة حلب دليل قاطع على عدم اكتراثهم بحياة المواطنين واهتمامهم فقط بجمع المال وسفك الدماء تمكنت مساء لمس تفعة جديدة من الأهل معظمهم من النساء والأطفال من الخروج من أحياء حلب الشرقية وكان في استقبالهم في مبنى فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب للحزب أحمد صالح إبراهيم وتمكنت قبل يومين دفعة من أهل أحياء حلب الشرقية من الخروج بعد أن كانت التنظيمات الإرهابية تمنعهم من المغادرة عبر الممرات الإنسانية التي فتحها الجيش السوري بالتعاون مع الجهات المختصة في محافظة حلب وشهدت الأحياء الشرقية لحلب خلال الأيام الماضية تظاهر المئات من الأهالي ضد أفراد التنظيمات الإرهابية التكفيرية مرددين هتافات وصفت الإرهابيين باللصوص لأنهم يحتكرون المواد الإغاثية والغذائية لهم ويحرمونهم منها مطالبين هذه الجماعات الإرهابية بالخروج من مناطقهم وفي سياق متصل بالوضع في حلب أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن يان إيغلاند مساعد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا يشوه الحقائق بقوله أن تنفيذ الخطط الأممية الإنسانية في حلب يعتمد على موسكو ودمشق كما أعلن مصدر دبلوماسي روسي أن موسكو تدعم خطة الأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في سوريا ولكنها تريد الحصول على إضاحات بشأن عدد من القضايا المتعلقة بهذه الخطة وضمانات تنفيذها وقال المصدر أن روسيا تدعم جهود الأمم المتحدة الإنسانية لمساعدة السكان في الأحياء الشرقية لمدينة حلب وهي مستعدة لتعزيز التعاون لفتا إلى أن موسكو أعلنت مرارا عن تهديئات إنسانية في حلب ووضعت مع الأمم المتحدة خطة للقيام بإجلاء إنساني للمرضى والجرحة من الأحياء الشرقية لمدينة حلب وكان الأمر جاهزا للتنفيذ هذا وأكد وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف أن الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاصة سوريا ستيفان ديمستورا تقوض منذ أكثر من نصف عام تنفيذ قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي يدعو لإجراء حوار سوريا شامل دون شروط مسبقة داعيا الحكومة السورية والمعارضة الوطنية لأخذ زمام المبادرة بهذا الخصوص ما بين دمشق وموسكو من أواصر الصداقة والتعاون على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري يتحول بعد إطلاق الرئيس بوتين الحرب على الإرهاب في سوريا إلى تحالف وثيق يهدف إلى هزيمة الإرهاب وترسيخ قيم الشرعية الدولية والدفاع عن محور المقاومة في مواجهة تحالف العدوان والإرهاب القيادة الروسية التي خصت الأزمة في سوريا باهتمام لم تنله أي قضية أخرى منذ الحرب العالمية الثانية لا تزال تتابع أولا بأول مجرى الأحداث وتطوراتها المتسارعة في مدينة حلب حيث يزداد خطر الإرهابيين الذين استخدموا المواد الكيميائية كما قال وزير الخارجية سيرجي لافروف الذي أكد أن الدول الغربية التي تحمي الإرهابيين رفضت إرسال خبراء من منظمة حضر الأسلحة الكيميائية إلى حلب مع أن موسكو ودمشق ضمينتا أمن الخبراء لافروف أكد دعم بلاده لاستئناف الحوار السوري السوري في دمشق في وقت تتجاهل فيه الأمم المتحدة على مدى أكثر من نصف عام قرر مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي يقضي بإجراء المفاوضات الشاملة بين الأطراف السورية من دون شروط مسبقة ليس هناك على الأرجح سبيل إلا أن يأخذ المعارضون الوطنيون مع الحكومة السورية زمام المبادرة سوريا التي تؤكد على الحل السياسي والحوار السوري السوري تواصل التنسيق مع روسيا والأمم المتحدة وقد فندت أمام مجلس الأمن الدولي كيف يتاجر الغرب والإرهابيون بقيادة واشنطن بأبناء حلب تحت يفطة الملف الإنساني مع أن آلاف المدنيين في الأحياء الشرقية خرجوا بمظاهرات احتجاجا على احتجاز المساعدات في مستودعات خاصة بالإرهابيين الذين أدركوا أنهم أضحوا قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة الكاملة بفضل تضحيات وبسالة الجيش العربي السوري وحلفائه أكد الرئيس المصري عبد الفتح السيسي أن بلاده تدعم الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية مشيرا إلى ضرورة التعامل بجدية مع الإرهابيين ونزع السلاح منهم ونقل موقع اليوم السابع المصري عن السيسي قوله في مقابلة مع تلفزيون البرتغالي إن الأولوية لن أن ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال في ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وأحداث الاستقرار المطلوب ونفس الكلام في سوريا ندعم الجيش السوري وأيضا العراق وجدد السيسي التأكيد على أن إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا هو الحل الأمثل ساعتنا مستمرة يبقوا معنا قم للعلى وارفع سلاحك شامخة فالعز يطلب أهله مسترشدة هذه الحياة تواترت أمجادها فكن الذي يهب البطولة سقدد هذا الزناد تناثرت نيرانه حماما على الأعداء يصحبها الرد لسنا الذين يهدنون عدونا فالنصر غايتنا وإن طاق المدى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سلطات النظام التركي تصدر مذكرات توقيف واعتقال بحق عدد من قيادات المعارضة الرئيسان الإيراني والسلوفيني يؤكدان أهمية التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب واستشهدوا فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا شمال القدس المحتمة أهلا بكم من جديد اعتبر المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا أن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة قد يطيح فرصة جديدة لتسوية الأزمة في سوريا ولفت ديمستورا خلال كلمة ألقاها في منتدى نظمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في برلين إلى أن روسيا تنتهج سياسة عقلانية إزاء الوضع في سوريا وقال إنه من الممكن إيجاد حل روسي أمريكي مشترك للأزمة في سوريا نظرا لأن موسكو وواشنطن تواجهان عدوا مشتركا يتمثل بتنظيم داعش الإرهابية تركيا أصدرت سلطات نظام التركي مذكرات توقيف واعتقال بحق عدد من قيادات المعارضة التركية وطلب القضاء التركي اعتقال 48 شخصا بينهم قيادات في حزب العمال الكردستاني مثل جميل باييك ومراد قريالين وفهمان حسين إضافة إلى مسؤولي الحزب في أوروبا ويأتي ذلك في سياق الاعتقالات المستمرة في البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة إضافة إلى تدخل التركي السافر في سوريا والعرق بلطجة إخوانية ضد المعارضة تحت قبة البرلمان فضيحة جديدة تكشف سبب إصرار إخوان تركيا على استصدار قانون جديد يعفل مغتصب من العقاب وأردوغان يستبدل القضاء والمدعين العامين بآخرين من جماعة الإخوان الإرهابية أسامة شحود حتى تحت قبة البرلمان لم تسلم المعارضة التركية من بطش آلة القمع الأردوغانية أدوات النظام التركي تقطع البث التلفزيوني لكلمة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمالك لتشتار أغلو أمام كتلة حزبه البرلمانية اجتماع يبدو أنه أزعج نظام أردوغان بسبب وجود مشاركة واسعة من ممثلات الجمعيات والمنظمات النسائية اللواتي حضرنا للتعبير عن اعتراضهن على القانون الجديد الذي تنوي إقراره حكومة العدالة والتنمية قانون يعتبر بمثابة ضوء أخضر لتحليل الاغتصاب وعفو عام عن مرتكبي تلك الجريمة قوات النظام التركي لم تكتفي بقطع البث عن ذلك الاجتماع بل قامت أيضا بالاعتداء على النسوة أثناء خروجهن من مبنى البرلمان وفي ذات السياق تتوالى فضائح إخوان العدالة والتنمية وسائل الإعلام المعارضة كشفت عن أن شقيقاء أحد معدي قانون الاغتصاب متهم سابق بجريمة اغتصاب الأمر الذي يفسر سبب إصرارهم على استصدار القانون المشين بحق الإنسانية جمعا وليس ببعيدا عن البلطج الإخوانية في تركيا أردوغان ينظف مشروع أخوانة الدولة التركية خطوة بخطوة فبعد استبداله لجيشه بجيش آخر فهو يبدأ باستبدال الجهاز القضائي وتغييره بشكل جذري بأمر مباشر من رئيس النظام أردوغان أكثر من 3800 قاد ومدة عام سيعينون مكان من تم عزلهم واعتقالهم مؤخرا ما يعني نهاية عهد القضاء المستقل في تركيا وبداية عهد الهيمن على العدالة المسلوبة أصلا في بلاد العثمانيين الجدد أكد الرئيسان الإيراني حسن روحاني وسلوفيني أبروت باخور أهمية التعاون الدولي لمواجهة الأرهاب وتطرف والهجرة وقال روحاني بعد التوقيع على ثلاث وثائق للتعاون إنه استعرض مع رئيس سلوفيني القضايا المرتبطة بالعلاقات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ولدينا وجهات نظر مشتركة حول العديد من الملفات المهمة في المنطقة والعالم وأضاف روحاني بحثنا مع باخور حول أهمية الاتفاق النووي وسعي إيران والاتحاد الأوروبي إلى توطيد العلاقات المتعددة الأطراف والإفادة من الفرص المتاحة بعد خطة العمل المشترك الشاملة من جانبه أعرب باخور عن ارتياحه لنتجة المحادثات النووية بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد داعيا جميع الأطراف إلى التقيد بما ينص عليه الاتفاق النووي في فلسطين المحتلة سشد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلندية شمال القدس المحتل ودخل ثلاثة أسرى مضربون عن الطعام مرحلة الخطر الأعدام الميداني يتكرر يوميا في فلسطين المحتلة ضحيته هذه المرة شاب استشهد برصاص قوات الاحتلال على حاجز قلندية شمال القدس المحتلة وزارة الصحة الفلسطينية قالت في بيان لها إن الشاب أصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بشكل مباشر بزعم محاولته طعن جنود إسرائيليين ولم تسمح قوات الاحتلال بإسعافه ما أدى الاستشهاده كما منعت قوات الاحتلال المواطنين والمركبات من المرور وانتشرت في محيط المنطقة فيما بقي جثمان الشهيد ملقى على الأرض لساعات طويلة الفلسطينيون الذين يواجهون العدو بلحمهم العاري يستخدمون في حالات أخرى سلاحا أمضى وأصلب أمعاء خاوية تواجه ظلم السجن والسجان محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوى أفدان أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام أنس شديد وأحمد بوفارة ونور الدين أعمر أصبحت في خطر شديد ووصلوا إلى درجات حرجة فأنهم معرضون للموت الفجائي في كل لحظة كل هذا وإرادتهم لم تنكسر نحو نيل جزء بسيط من حقوقهم المسلوبة تحت مسمى الاعتقال الإداري في الأثناء تغسل سلطات الاحتلال جرائم من نوع آخر بحق الأرض الفلسطينية وسكانها حيث أمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ببناء المزيد من المستوطنات في المدن الفلسطينية بالإضافة إلى إطلاقها النار على الفلسطينيين الذين يواجهون هذا الكيان الغصب في ليبيا أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني دخولها آخر محور يخضع لإرهابي تنظيم داعش في مدينة سيرت وأكدت سيطرتها على عدد من المباني المحصنة في هجوم أسفر عن مقتل 22 إرهابيا دخلت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبي آخر محور يخضع لتنظيم داعش في مدينة سيرت وأفرضت سيطرتها على عدد من المباني المحصنة في هجوم أسفر عن مقتل 22 إرهابيا وحققت قوات حكومة الوفاق هذا الإنجاز بعد تقدمها من المحور الجنوبي داخل حي الجيزة البحرية بالمدينة مركز الصحفي لعملية البنيان المرصوص أكد أن القوات الحكومية سيطرت على أكثر من 30 منزلا ومبنى مدرسة في حي الجيزة البحرية السكنية آخر معقل لداعش وأشار المركز إلى أن هذا التقدم جاء بحسب خطة تستهدف منازل مرتفعة يتمركز بها عناصر التنظيم حيث تمت السيطرة عليها وقتل القناص المتمركزين في داخلها وحرصا على سلامة الأهالي الذين يتخذهم الإرهابيون دروعا بشرية طالبت قوات الحكومة بمكبرات الصوت النساء والأطفال بمغادرة المنطقة ووعدتهم بتوفير ممر آمن لهم حتى لا يستغل إرهابي داعش المعارك لقتل الأبرياء يعاني إرهابي داعش من أزمات داخلية نتيجة خسائر متتالية مع تقدم القوات الحكومية من شارع لآخر في معركة القضاء على الإرهاب والعزم على إعلان سرد خالية من الإرهابي والإرهابيين بعد مرور سطة أسابيع على فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية في المغرب ويعادة تكليف رئيسه عبدالإله بن كيران بتشكيل حكومة جديدة لم يتمكن الأخير حتى الآن من الحصول على النصاب القانوني اللازم لتشكيل ائتلاف حكومي ما يعني أن الأمور تتجه نحو المزيد من التعقيد فوادر أزمة سياسية في المغرب بعد تعثر مشاورات تشكيل الحكومة فقد نفى إلياس العماري رئيس حزب الأصالة والمعاصر المغربي أن يكون لحزبه علاقة بفشل غريمه حزب العدالة والتنمية في تشكيل حكومة جديدة ورفض العماري إقهام حزبه في الأزمة الحالية وطالب بالابتعاد عن هذه الشائعات ووسط تصعيد الخلاف تتجه الأمور نحو المزيد من التعقيد وقد تتحول إلى أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخ المغرب بعد تعثر المشاورات أو مرور أسابيع على فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية وإعادة تكليف رئيسه عبدالإله بن كريان بتشكيل حكومة جديدة لم يتمكن الأخير حتى الآن من الحصول عن النصاب القانوني اللازم لتشكيل ائتلاف حكومي ودخل رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش على خط الأزمة وعقد جلسات تشاورية مع بن كريان لم تأتي بنتائج إيجابية حزب التجمع الوطني للأحرار قدم طلبات حزبه في منح عدد من الوزارات السيادية وتخصيص حقائب لحليفه حزب الاتحاد الدستوري واستبعاد حزب الاستقلال عن التشكيلة الحكومية المنتظرة وهي المطالب التي يصعب على بن كريان القبول بها خاصة أن حزب الاستقلال يعد أول الأحزاب التي أعلنت عن استعدادها للدخول في تحالف مع العدالة والتنمية بعد انتخابات التشرين الأول كما أن بن كريان يرفض التفاوض حول نوع الحقائب الوزارية ويفضل مراعاة مستوى التمثيل البرلماني ساعتنا مستمرة نبقى معنا فوق الربى بين سهول رجالنا غار ونور من حماة ديارنا المجد كل المجد فوق جباههم حملوا على أكتابهم أحلامنا هذه الزنود السمر تعرف دربها وتقول قد هزم المحال محالنا ها قد أطل على الوجود فوارس نسج البطولة من مآثر عزنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة المتحدة يطالبون باستفتاء عام 2018 فيون يتقرب من موسكو تمهيدا للفوز بانتخابات الرئاسة في فرنسا ومجلس الشورى الإيراني يدين تصديق مجلس النواب الأمريكي على قانون تمديد العقوبات لمدة عشرة عوام على إيران أهلا بكم من جديد تواصل التنظيمات الإرهابية استهداف ضحية حرست السكانية بريف دمشق بالقذائف الصاروخية ما يؤدي لارتقاء شهداء ووقوع عدد من الجرحة مراسل الإخبارية علي الأحمد والتفاصيل أمتار قليلة تفصل ضحية حرست بريف دمشق عن مراكز قيادات التنظيمات الإرهابية في دومة وحرستة لتطالها قذائف غدرهم وحقدهم التي لا تميز بين الحجر والبشر الوضع سيء دائما والقذائف كثير علينا مبارح أربع شهداء وشي 25 جريح مبارح والقبله كمان نفس الشي كمان شهدين ثلاثة وكمان نفس الشي 20 جريح أصلاً القذائف نزلت علينا بحدودة 90-95 غزيف مبارح نزلت عندنا عضاحي إلى فترة كثير عم تنزل القذائف بهاليومين هدول خوف ورعب وهريبة جنب الحيط وهيك راكدين وهيك أنا أبلي كمان مصاب مش فتشرين ألا عمل عملية جايبين رايجي بلون شوية غراب من هنا عندنا قوة هاي أرض نابتي من قلب الأرض يعني والعطاء من الأرض والخير من الأرض وما بيرهبون هذول أرهبيين يعني تاريخ سوريا معروف بالقوة والصلابة والإيمان بالله وإيمان بالأرض والعرض شهداء وجرح مدنيون وأضرار مادية في الممتلكات وصفارات الإنذار لا تتوقف للتحذير من خطر الموت القادم للطفل والموظف والملتجئ في منزله وعودة الأمان باتت الطلبة الشعبية الموحد وذلك بحسم عسكريا يقسم ظهر الإرهاب سريعا أريد حسم بالنسبة لأدومة حرستي أريد حسم حل نهاية حل نهاية عندي هل تصاوب عندي رفقاتي أنا تصاوب هون قدامي وعندي كمان موظفين المشفى كمان تصاوب واستشهد وعندي شهداء كثير هون قزاف قزاف هون هاي هي كلها هون هون والأغلبي والأغلبي اللعب يستشهدوا مدنية يعني كمان وأطفال منهم لازم يكون الرد حاسم وقوي من شان نخلص من الأرهابية لكلهم نحن متأمل أنه ما يكون الوضع مثل ما هو يعني أنه نأخذ نعطيه بالضرب ورد وإلى آخر نحن متمنى عن طريق المصالحة الوطنية هي الأهم والأحسن للبلد كله ينتعش البلد ويرجع مثل المكان غدر الإرهابيين لا ينالوا من عزيمة السوريين وأسرارهم على دحر الإرهاب عن كامل التراب الوطني بساتي ندومة التي تحترق بنيران الجيش العربي السوري لا زالت تصدر عشرات القزائف باتجاه ضحية الأسد السكانية في حرستا لتزيد المدنيين إصرارا على الحياة وتأييدا للجيش العربي السوري ليستمر في معركة النصر والقضاء على الإرهاب لقناة الإخبارية السورية علي الأحمد ريفو دمشق قطع أنصار دعوات الانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية خطوة عملية بهذا الشن حيث قدمت حركة نعم كاليفورنيا المطالبة بانفصال ولاية كاليفورنيا عريضة رسمية إلى مكتب الادعاء الأمريكي العام من أجل إجراء استفتاء بهذا الشن عام 2018 يبدو أن مفاعل فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية لن تتوقف في المستقبل القريب فبعد مظاهرات عمت أرجاء البلاد ضد ما أسمه المحتجون عنصرية ترامب كالي إكزيت عريضة رسمية تدعو إلى انفصال كاليفورنيا عن الولايات المتحدة دخلت أرويقة مكتب الادعاء العام الأمريكي العريضة وفقا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز قدمها أنصار حركة نعم كاليفورنيا إلى مكتب الادعاء العام الأمريكي وطالبوا بإطلاق تسمية رسمية على طلبهم وتسجيله بشكل رسمي آملين أن يجري الاستفتاء بشأن الانفصال عام 2018 الدعوات للانفصال ليست بجديدة وإن كانت قد ازدادت بشكل ملحوظ بعد فوز ترامب بالرئاسة فظهور الحركة الانفصالية نعم كاليفورنيا يعود لأكثر من عامين وتستند إلى أعضاء من دافعي الضرائب الأمريكيين الذين يدفعون مبالغ كبيرة إلى الحكومة الفدرالية تفوق انفاق الأخير على الخدمات المقدمة لهم ولذلك لم يتأخر مناصر الحركة عن التعبير عن نيتهم إطلاق بعثات لهم في العديد من دول العالم بما فيها روسيا الولاية الأكثر سكانا في الولايات المتحدة الأمريكية والمعروفة بليبراليتها على مستوى العادات والتقاليد يرى مراقبون في ديمغرافيتها بيئة خصبة لنجاح الاستفتاء فيما لو تمت الموافقة على ترخيصه شكل فوز رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرانسو آفيون في الدورة الأولى للانتخابات اليمين التمهيدية لاختيار مرشح للرئاسة في فرنسا فرصة لموسكو لتتحدث بقوة عن العلاقة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وآفيون وعرأت صحيفة الإلكترونية جازيتارو في فيون لسخة فرنسية من دونالد ترامب مشيرة إلى أن فوزه في الانتخابات الرئاسية في فرنسا سيناسب موسكو تماما المنظرات بين مرشحي الرئاسة الفرنسية تظهر وجود رغبة في بناء علاقات مع موسكو وهذا ما تجل لدى رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرانسو آفيون الذي فاز في الدورة الأولى لانتخابات اليمين التمهيدية لاختيار مرشح لرئاسة في فرنسا رياح الانتخابات التي تجري لمصلحة فيون تخدم مستقبل مسيرة العلاقات الفرنسية الروسية وهو ما عبر عنه ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية بقوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبقى على علاقة مع فيون منذ فترة طويلة وخلال منظرة تلفزيونية مع منافسه ألان جو بي أكد فيون رغبته بتوسيع العلاقات مع موسكو في حال وصوله إلى سدة الحكم وقال إن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد ولابد من تصحيح العلاقات بين البلدين وتتابع موسكو باهتمام كبير الانتخابات التمهيدية في فرنسا مؤكدة أن فرنسا شريك مهم في العديد من القضايا الدولية الصحيفة الإلكترونية جازيتارو رأت في فيون نسخة فرنسية من دونالد ترامب مشيرة إلى أن فوزه في انتخابات فرنسا سيناسب موسكو تماما وفيما يحاول لوفيون التقرب من موسكو وكسب ودها في الطريق إلى الإليزيه لا تزال اليمينية ماري لوبين درى نفسها الأقرب إلى موسكو أدى نقي على قانون تمديد العقوبات لمدة عشرة أعوام على إيران وطالب المجلس في بيان الحكومة الإيرانية بالقيام بخطوات مقابلة وجدية وذلك استنادا للقرار صادر عن المجلس ذاته حول الاتفاق النووي من جهته استغرب رئيس المجلس عريل ريشان في كلمة له خلال اجتماع المجلس على الدعاءات الغريبة لرئيس مجلس النواب الأمريكي باول رايان بأن إيران انتهكت الاتفاق النووي لافتان لثأكيد المسؤولين الغربيين والوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام إيران بالاتفاق النووي تعيش المطارات الألمانية تحت ضغط الإضراب الذي أعلنه طيارو شركة الطيران المحلي لوفتانزا والذي أدى إلى إلغاء أكثر من 870 رحلة من بينها 51 رحلة دولية بالتزامن مع ذلك ألغت الشركة التول فرع التابعة لها المعروفة بيورو جينز حوالي 60 رحلة أخرى حيث يطالب المضربون برفع الأجور التي جمدت منذ خمسة أعوام وتأثرت العديد من المطارات بالإضراب من بينها مطار دولسروف وهمبورغ حيث ألغيت عشرات الرحلات تذكيرنا بعناوين ساعتنا الإخبارية رئيس السد يستقبل وفدا روسيا برئاسة ديمتري روغوزين ويشير إلى أن سياسات روسيا الراهنة أكدت موقع موسكو الطبيعية على الساحة العالمية القيادة العامة للجيش تجدد حرصها على أمن وسلامة المواطنين في أحياء حلب الشرقية وتدعو المسلحين لتسليم أسلحتهم وتسوية وضعهم روسيا تريد توضيحات من الأمم المتحدة حول الخطة الإنسانية في حلب وضمانات التنفيذ موسيقى سلطات النظام التركي تصدر مذكرات التوقيف واعتقال بحق عدد من قيادات المعارضة موسيقى الرئيسان الإيراني وسلوفيني يؤكدان أهمية التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب موسيقى وكان وكان في ساعتنا أيضا استشهدوا فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حاجز قلنديا شمال القدس المحتمة نهاية ساعتنا الإخبارية لهذا الصباح النصر لسوريا والمجد الشهداء في أمال ترجمة نانسي قنقر